اهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل منذ قليل وردنا نبأ حزين وهو فقدان احد ابناء جيل عمالقة الفن الكبار حيث توفي منذ قليل الفنان عثمان محمد علي عن عمر الناهز 88 عام والد الفنان سلوى عثمان وذلك بعد تعرضه لازمة صحية ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الان وقالت الفنان سلوى عثمان في تصريح ان خاص لليوم السابع انه كان لديها امل ان تكون غيبوبة سكر الحقيقة ان الفنان عثمان محمد علي احد ابناء جيل عمالقة الفن الكبار حيث امتعنا خلال مشاركته في العديد من الاعمال ومنها عائلة الحج متولي والعطار والسبع بنات ولن اعيش في جلباب ابي والحسن البصري والضوء الشارد والقضاء في الاسلام وايضا مسلسل ابو حنيف النعمان والفرسان الابطال وعصر الائم ولا اله الا الله وغيرها من الاعمال الدينية والتاريخية كما ساهم الفنان عثمان محمد علي في اكتشاف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفع الاولى في طريق الفن والنجومية ومنهم اميرة السينما مديحة كامل التي شجعها منذ كانت طالبة في الاعدادية حيث كانت ضمن لجنة التقييمة التي منحتها الجائزة الاولى في التمثيل على مستوى المدارس مرة اخرى تم الاعلان منذ قليل عن وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عام والد الفنان سلوى عثمان بعد تعرضه لازمة صحية ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الان وقال ايهاب فهمي في تصريح قاصل اليوم السابع ان الفنان عثمان محمد علي توفي وسوف تتواصل النقابة مع الفنان سلوى عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء ويعتبر الفنان عثمان محمد علي احد بناء جيل عملكة الفن الكبار حيث امتعنا خلال مشاركة في العديد من الاعمال الفنية وابرزها مسلسل عائلة الحج متولي والعطار والسبع بنات ولن اعيش في جلباب قبل والحسن البصري والضوء الشارب والقضاء في الاسلام وابو حنيفة النعمان والفرسان الابطال وعصر الائمة ولا اله الا الله وغيرها من الاعمال الدينية والتاريخية الفنان الراحل عثمان محمد علي ولد في الاسكندرية في عام 1935 واشتهر في الادوار التنوية بكثير من الافلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية وايضا الاداعي خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عثمان محمد علي ونسأل الله له الرحمة والادوي الصدر والسلوان ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون يوم السابع شكرا جزيلا لحضر